اللي يتطبع على الضريبة مين والمع في مين في عجالة عندنا سئلة كتيرة نفسي نلحق نرد عليه اللي اولا لو احنا قلنا ان المالك الوحدة هو المسؤول عن دفع الضريبة لا خلينا نقوله قم بيقول ايه مين المكلف بدفع الضريبة المالك او المنتفع او المستغل حتى ولو بدون سنة مشهر طب بس كده هي تاهت انا مالك وحضرتك مأجر عندي انا بقول المالك يعني انتي معاك عقد ملكية مسجل طيب المسجل على مستوى الجمهورية ده ما يكملش خمسة في المين طب انا عندي شقة ومش مسجلات يبقى انا منتفع بالشقة دي معايش عقد تسجيل معايش عقد مسجل بس انا منتفع بيه يبقى المسألة ملاحش علاقة بعد التسجيل نحن نروح نسجل في الشهر العقال سجلت ما سجلتش لازم تروح تدفع الدريبة يبقى دول المسؤولين عن سداد الضريبة في واحد مسؤول عن سداد الضريبة في حالة عدم موجود المكلف ده اللي هو مين بقى انتي حضرتك دلوقتي مأجر شقة وانا مش عارفة وصال لك هروح للمستأجر واقول له هاخد منك في حدود الأجرة بتاعتك الدريبة بتاعتي في حدود قيمة ايجاره بس انا مأجره مثلا ب300 جنيه في الشهر اه مثلا بس هتتحطيلي دمع فيه بقى ده مش هتتتحطيلي دمع اتكلم على الضريبة من المكلف يعني عليه ضريب تمام خلاص انتي حضرتك انتي خلاص هتدفعي الضريبة وانا مش لقياك حلوة قوي العين دي انا روحت وانتي قلتلي انا فلانا ده لمقى واللي قاعد في المكان هديك ما يفيد ان انت سددت الإيجار في حدود الأجرة بتاعتك مش اخد اكتر منك في حدود إيجاره إيجاره لحد انه خلاص ضريبتي إيجاره ده برضو بالبحث عن قيمة الضرب في المناطق هو هيقولك لا ما هو فيه قيمة إيجارية موجودة هو هيقولك تمام طيب المسألة برضو لها فكرة مين لي حق الاعفة تمام فضل انا عندي اعفة كمواطن لحد ما الوحدة بتاتي ما تزيدش عن اتنين مليون جنيه اتنين مليون ادفع مئة وعشرين جنيه أقل من اتنين مليون عشان أبقى دقيقة يعني طيب واللتنين مليون دي يدفع مئة وعشرين جنيه يعني يبقى اللي أقل 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 كمواطن بسيب شارت قيمة وحدته قيمة وحدته أقل من اتنين مليون جنيه ده اللي بيعفى من الضريبة اللي أقل اللي أسيب شارت دي معلاش تاني والضريبة دي بتبقى متحددة من اللاجنة هي اللي بتقول إنه الشقة دي في 2013 أو المحل دفع 2013 كان يسوي 2 مليون ولا كان يسوي أزياد أو أقل تماما بشرط يعفى بشرط أنا لما حصرت في الحصر العام مفترض أن كل الناس مستحقة دفع ضريبة سواء كان بيسوي 2 مليون أكتر أو أقل لحد ما يجي يتقدم لي ويقول لي أنا ما عنديش إلا الوحدة دي ما عنديش إلا الوحدة دي يتقدم هو بقى بطلب ويقول لي أنا عايز أعفي الوحدة بتاعتي عشان أنا ما عنديش غيرها وهي بتسوي كام هو أنا كمواطن لو أنا ما جتليش لجنة أنا كمواطن أكتب إن أنا أمتلك واحدة كذا 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 في المأمورية تتابع لي في المأمورية تتابع لي يعني واحد في مصر الجليل لا لا أقصد مش دي التفصيلة أقصد وإنه أنا قيمة عقاري كذا أنا اللي بك أنا محددها عندي لا لو ما راحتش لجنة وما حددتش يروح يقول والله أنا معي مستند دا اللي هي وحدتي بكذا المستند المستند عنده كافة الوسائل بقى هو عنده عقد مسجل تمام عنده عقد من شركة من عقد ابتدائي تمام كل الكلام دا هو دا اللي بيروح به لحضرتك صورة صورة كمستند عشان تقوله إنه فعلا هذه هي أنا هقوله لو أنا هلقيم لو هو متقدر عندي ومحصول عندي في السجلات بتاعتي خلاص بقوله والله أنت قد يكون أنا مقدرة قيمته أقل من هو جاي تمام مقدرة أكتر أنا نفسي أقل دي على شديم عشان الناس تستدير لا كتير لا كتير اللي أسعدني في الموضوع واللي المفروض يسعد الحكومة أيضا إقبال الناس على إنها عايزة تدفع الدرائب بتاعتها فلازم التيسير تمام يبقى دا المعفي اللي هو أقل من 2 مليون لازم يتقدم للمأمورية ويقول أنا أطلب عايز أقدم طلب إعفا عشان أنا عندي واحدة واحدة أو أنا عندي أكتر من واحدة هندي له نموذج مجاني يملى بياناته نموذجين واحدة يحط فيه الحاجات بتاعته والتاني هنحط فيه الوحدة اللي عايز إن هي سكن الخاص طبعا السكن الخاص الوحدات اللي لا يمكن ناخدها سكن خاص السواحل عنجالها دي أو يعني عنجالها دي ما يبقاش مثلا قاعد في لافيستا ولا في تاريو يقولي دا سكن الخاص طبعا السواحل ستسدية نعرف ناس قاعدة في لافيستا وسكن خاص بطاعته بتقول كده أنا ما عنديش مشكلة بطاعته بتقول كده شغله بيقى أنا ما عنديش مشكلة